هل تريد أن تتحرر؟ خليني في البداية أقرأ بعض الكلمات عن نموذج خدمة يسوع المسيح في بشارة لوقا في الإنجيل المقدس الإصحاح الرابع من آية 18 مكتوب روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنصحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة هذه تعتبر نموذج عن خدمة يسوع المسيح خدمة لكل الكيان نفسا وجسدا وروحا وهنا خدمة يسوع بالمقارنة مع عالم البؤس واليأس والشقاء والظلمة والجهل والعمى الروحي والقيود والأصفاد والأغلال اللي كثير من المجتمعات ممسكين فيها فإرسالية يسوع المسيح واضحة جدا ممسوحة بالروح القدس بروح الله مخول بتكليف إلهي أنه يخدم هذه الخدمة ولاحظ أنه من خلال هذه الخدمة هو أن يحرر الإنسان وهذه الحرية من خلال الكلمة لأبشر المساكين وعندما ابتدأ بالكلام في عزته على الجبل قال طوبة للمساكين بالروح وهذه الإرسالية أحبائي هي إرسالية الحرية ولاحظ في ناس عندها عمى روحي مش بس عمى جسدي وفي ناس محتاجة للأخبار الصارة وفي ناس محتاجة للحرية وهاي الحرية من خلال يسوع المسيح لاحظ معي ثلاث مرات في الآيات بيقول لأنادي للمأسورين للأسير بالإطلاق وأيضا يقول وأرسل المنصحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة لاحظ الكلام بيتكلم عن الأسرة الأسير هو الموجود في أرض العدو اللي ينال الحرية ويرجع إلى مكانه الصحيح ثم يقول أرسل المنصحقين في كثير ناس انصحقت بسبب الضغطات بسبب الاضطهادات بسبب أن كل الدنيا عليهم كل شيء بالعكس بسبب أرض اللعنة اللي عايشين فيها لكن عمل المسيح أن يرسل المنصحقين في الحرية والكلمة الثالثة وأكرز بسنة الرب هي سنة اليوبيل يعني سنة الخمسين في هذه السنة يتم تحرير العبيد وتحرير وفك الأرض وهي سنة استراحة لسنة كاملة كل شيء بيرتاح الأرض والناس وحتى الحيوانات سنة راحة كاملة سنة حرية سنة شفاء سنة هتاف ولاحظ أن هذه الكرازة هي أصبحت الحرية اليومية العادية اللي كل إنسان بيتمتع فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة